السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلني هذا الفيديو وبصراحة أعجبني جدا إذ أنه يختصر لك كثيرا من الخداع الذي نخدع به عندما نشاهد السوشيال ميديا وسنسمع هذا الفيديو معنا بسم الله لما تشوف سعودي بأتنشن وصور بستاربوكس ترى في 30 مليون سعودي مقاطع بس ما يصور ولما تشوف مصري يسب السعودية ترى في 100 مليون مصري يحب السعودية بس ما يصور هذول مجرد أشخاص بالسوشيال ميديا ما عندهم حياة يبون أتنشن بالوقت الغلط فلا تعممونها على كل الناس لما تشوف ناس يترقصون بالميدل بيست في واجد عوائل وشباب وبنات همهم نفسهم دراستهم وحياتهم بس ما يصورون أخي برمضان برمضان لما تشوف الناس منستدبعها على المسلسلات أو رايحين افتتاح قهوة جديدة شباب وبنات باللحظة هذه خنتكلم بالكويت مثلا باللحظة هذه في مليون كويتي وكويتية همهم نفسهم في اللي قيم الليل في اللي الداكر في اللي كذا بس ما نشوفهم لأنا ما أعتقد في أحد يقيم الليل يصور نفسه طالعوني قام قيم الليل عشان تشدي ما نشوف اللشين بالسوشيال ميديا هذا الشيء اسمه أصورة نمطية ولو تستخدمها أي موضوع بحياتك يبتمشي معاك خلنا ضرب آخر آخر مثال مثلا الزواج ترى الزواج حلو سواء حب ولا تغليدي بس الناس المستورين المستنظين بحياتهم اللي الحين بشهر العسل ما يوررونكم ماكسان عينهم فعشان شدي ما تسمع إلا الشين ما أعتقد اتنين متزوجين مستنظين مستورين يقولون حق العالم من حياتنا وردية فشنو تسمع الزواج شين بالمختصر الناس همها نفسها ولو ما تعيشها مو هما يصور ورر الناس من اللي يصور اللي ما عنده حياة ويبيع تنشن ظروف نفس جدي المفروض تتقوينه كوطن عربي مو يغرقنا عن طريق أطفال بالسوشال ميديا حق ده بس تبيتفرق بين الشعوب في الواقع الكلام الذي قاله هو اختصر لك عددا من الأمور التي هي واقع السوشال ميديا الذي يفرضه على الناس وليس هذا فقط في السوشال ميديا الآن لو أنك مررت بوقت من الأوقات التي يعتني الناس فيه بقراءة الجرائد أو المجلات قبل ظهور الموقع الكترونية أو قبل انتشارها أعني بشكل كبير كانت الجرائد تخصص صفحة كبيرة جدا للحوادث فلان قتل فلان فلان بعد أن طلق زوجته مثلا سلب حقوقها فلان أكلت أولادها يعني صفحة كلها أخبار سيئة والناس اهتم بها وتقرأوا بها فالصورة التي تأخذها على العالم ماذا هذه المجريات التي تجري في العالم طيب لنفترض أن هذه الجريدة وضعت صفحة بالمقابل هذه الصفحة هنا وضعت صفحة أخرى وقالت أخبار عائلة أبو صالح عايشين حياتهم بسعادة وهناء أم علي طبخت طبخة جيدة وطيبة فاطمة تعتني بزوجها اعتناء كبيرا عبد الحميد رجل دائما يهتم بشؤون جويرانه ويلبي حاجياته وما شبه ذلك ما الذي سيهتم كثيرا بقراءة هذه الصفحة ستجد أن هذا أقل لأنها أخبار عادية غير مثيرة للاهتمام نسي الشيء عندما تطور الأمر وانتقل إلى وسائل التواصل التي تسمى بالسوشيال ميديا الذي يهتم به صناع هذه المواقع هي كمية المشاهدات على هذه المنصات منصة يوتيوب تريدك أن تدخل إليها ولا تخرج منها تطبيق التيك توك يريدك أن تدخل إليه ولا تخرج منه طالما أنت فيه هناك إعلانات هناك زيادة للقيمة السوقية لهذا التطبيق فهو يركز لك على الأشياء التي تثير اهتمامك لكي تبقى حتى لو وجد وهو موجود أشياء عادية وأشياء جميلة ولكن هذه قد لا تثير اهتمام كثير من الناس يعني قد يجدها شيء عادي ويقلب عنها ويذهب عنها ليجد الخبر المثير والغريب ويركز فيه فإذا ركز فيه صار هذا هو تصوره عن العالم الخارجي حتى كما يعني قال الأخقاب القليل أخبار طلاق طلاق نكد في الزواج زوجة تسير لزوجة زوجة يضرب زوجته وكذا صارت تصوراته عن الزواج هي هذا ولكنه ما قرأ عن بيت فلان اللي يعيشون حياة سعيدة منذ خمسين سنة وبيت علان الذين يعيشون مثلا عشر سنوات يخدمها وتخدمه يعتني بها وتعتني به وهذه بيوت كثيرة لكن خلاص وهذا لو حتى سمع به فسيسمع به كحالة نادرة مع أنها موجودة وكثيرة فالخوارزميات تركز على هذه الأخبار التي تثير الناس ليشاهدوا تلك المقاطع فعندما تشاهد هذا المقطع ويراك أنك شاهدته أو تقرأ منشورات مثلا على الفيسبوك يرى أنك وقفت عند هذه الصورة البشعة التي فيها قتل فيها ضرب فيها أي شيء وقفت عندها وشاهدتها هو يحسب يحسب وقوفك عند الصورة وقوفك للقراءة أو تمريرك وقفت عندها سيأتيك بواحدة مثلها من نفس النمط وهكذا حتى أنت ترى أن المشكلة الصغيرة لتكرار المنشورات التي ستظهر لك ترى أنها أكبر مشكلة بالعالم ثم عندما تظهر أو تخرج للعالم خارجي تجد أن الموضوع مختلف تماما هي مسألة بسيطة مسألة صغيرة حدثت وانتهت حتى أنك تجد أن بعض الناس ظهر له خبر زواج لولو من أبو سلمو أي اسم يعني من بعض المشاهير واحد مغنية راقصة كده بمجرد أن وقفت عنده قليلا ستجد أن كل المنشورات في ذلك التطبيق حتى ذلك التطبيق والتطبيقات الأخرى لأن كلها تعود إلى قاعدة بياناتك الموجودة المخزنة في جوالك ستجد كل المواقع تحدثك عن هذا الحدث حتى أنت بنفسك تصبح مهتم لترى ماذا قال فلان عن زواج فلانه بالنهاية فلانة هي لا تمثل لك أي شيء وفلان الذي تزوجها لا يمثل لك أي شيء ولكن بالنهاية هذا صار موضوعا أثار اهتمامك لكثرة الأشياء التي أو كثرة المقاطع أو المقالات التي شاهدتها وأنت تظن أن العالم ضجت بهذا الموضوع وهو موضوع تافه إلا أن اليوتيوب أو تيك توك أو أي تطبيق اختار لك هذا الموضوع لأنه وجد أنك قد تهتم به فأظهره لك وأظهر لك أشياء عنه ولهذا على فكرة الذي يستخدم السوشيال ميديا والذي بعض الناس يعني يقلب ساعات بجواله عليه أن يتابع قنوات خاصة بأشياء مفيدة أشياء نافعة أخبار مثلا عن تطور عن تكنولوجيا وناس يدلونك على دين الله سبحانه وتعالى يعلمونك أحكام ينبهون على أخطاء منتشرة وناس يعني ينبهون على أشياء مثلا في العربية في اللغة العربية وناس يعلمون اللغة وناس يعلمونك كيف تطور من نفسك في المجالات تابع هؤلاء اختر من تتابع أنت بنفسك وأن تذهب بنفسك إلى الأشياء التي أنت اخترت أن تتابعه وليس ما يختار لك السوشيال ميديا أن تتابعه وعلى فكرة هم غير مهتمين بما تتابعه يعني الآن إذا فتحت التطبيق مثل التيك توك التيك توك عندما تفتحه يظهر لك المقاطع التي هي ليست من اختيارك التي هي من قنوات أنت لا تختار أن تتابعها لكن هو يختارها لك وأحيانا قد يختارها لك لأنه يريد أن يوجهك إلى توجيه معين فأول شيء ستشاهده هو ما اختاره هو لك بدك تقلب إلى خانة أتابعه حتى تشاهد الذي تتابعه أنت كذلك اليوتيوب الصفحة الرئيسية فيه يظهر فيها ما يريد هو أن تتابعه أنت حتى تدخل إلى مكان صغير جدا مكتوب فيه اشتراكاتي لتذهب للقنوات التي أنت اخترتها لنفسك أنا في كثير قنوات اشتركت فيها فأحيانا أنا أفتح يوتيوب يعني أحيانا أكون أعمل شيء فأحب أن أفتح يوتيوب لأسمع شيء أثناء هذا الأمر الذي أعمله فأفتح يوتيوب ففي قنوات كثيرة أنا مشترك فيها يوتيوب ما يطالع ليها أساسا وفيها فوائد وقنوات بعض أهل العلم وقنوات قراء أو شيء يعني أنا أحب أن أسمع لهم لكن يوتيوب قد أغفل إظهار مقاطعهم كاقتراحاتي وهذا في كل المواقع التي تعمل بهذه الأنظمة ولهذا تجد أنها تضعك في خانة معينة تعطيك التصور الذي تريده تبرمج عقلك على الشيء الذي تريده نحن أحيانا لا ننتبه لي مثل هذا فهذا بارك الله فيكم ما يجب أن ننتبه إليه بشكل جيد يجب أن نعي الواقع بشكل أفضل وأكثر أن نحدد ما نأخذه وكيف نستفيد من السوشال ميديا حتى نكون نحن الذين نقود ولسنا الذين ننقاد ونحن الذين نعطي الأفكار الصحيحة والجيدة ولسنا نحن الذين نكون مجرد مستقبلات لأفكار قد تكون في كثير من الأحيان هدامة بارك الله فيكم السلام عليكم يا قوم التبع المرسلين